وتعاون الدولية الدكتور محمد السعدي في المؤتمر الصحفي المشترك لرئاسة مؤتمر المانحين الذي عقد يوم أمس أن الحكومة تعمل على تدليل كافة المعوقات وتحقيق الأهداف المشتركة للدفع بعملية التنمية منوهان إلى أن الحكومة مستعدة لصياقة رؤية نوعية للشراكة مع القطاع الخاص داعيا المستثمرين إلى الاستثمار في الاقتصاد اليمني موشيرا إلى ما يتمتع به اليمن من مقاومات اقتصادية اليمن تمتلك موقع اليمن أيضا فيها سكان واليمن لديها أيضا خبرات يمنية الداخلية والخارج فلا شك أن هناك فرص استثمارية في مجال الطاقة في مجال البنية التحتية في مجال التدريب في مجال الصحة في المجالات الخدمية بشكل عام وفي المجال الزراعي الذي أشار إليه أخي أحمد بغنم وفي المجال الزمكي وفي الصناعات الصغيرة وغير ذلك ونحن جادلون على الشراكة مع القطاع الخاص وجادلون أيضا كما أشرت في محاربة التحديات أو مواجهة التحديات وعلى سبيل المثال منع تعدل الجهاد المشرفة وتيسير الآليات المطلوبة وتشجيع الاستثمار من خلال تطوير التشريعات والعناية بالشراكة المباشرة مع القطاع الخاص وعلى هذا